شرف لي أن أكون معكم موضوعنا هو لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب إننا نعيش في عالم مقلق عالم مخيف ولكن لدي أخبار صارة فقال يسوع لا ندع قلوبنا تضطرب ولا أن نخاف لو قال يسوع هذا فيوجد لنا طريق نسير فيه بدون قلق وبدون أي خوف وهذه أخبار صارة بمساعدة الروح القدس سنتكلم عن هذه الفكرة ونرى إن كان بإمكاننا فهم كيف نتبناها لتساعدنا على العيش بشجاعة وانتصار حقيقي في وسط عالم مضطرب أحضر كتابك ومفكرتك والأهم افتح قلبك عنوان اليوم هو لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب أحبائي لقد أعطينا فرصة لأشياء ولسنا مضطرين لسنا مضطرين لا أقول إن المشاعر مزيفة وإن الدوافع وراءها أمور ليست شرعية علينا أن نختار ما إذا كنا سنستسلم للقلوب المضطربة والقلقة أو سنسير في الغلبة والنصرة التي لنا في يسوع نحن نسير في أوقات عصبية وليس علينا أن نمتلئ بالمتاعب هذه هي الحقيقة في يحن 14 يسوع يتكلم وبدأ في تهيئة تلميذه لصعوده وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم هذا وعد رائع بأن لدينا معزي لقد دبر لنا الله من سيعلمنا كل شيء أي نوع من الطلاب أنت؟ أي نوع أنت؟ للأطفال والشباب الملتحقين بالمدارس أستطيعوا قول هذا إن لم يقرأوا ولم يعرفوا تحت أي سلطة هم فهم ليسوا طلابا جيدين وهكذا إذا كنت ستزدهر حقا في تعليمات الروح القدس وأود أن أسألك كم مرة كم مرة تضع نفسك لكي تتعلم وتأخذ التعليمات وتقرأ وتتعلم وتستمع وهل تفهم أي سلطة تخضع لها؟ إذا لم تفعل فأنت تخسر التعليم شيء رائع لا يجب إهداره إنها فترة زمنية صغيرة في حياتك عندما يكون لديك امتياز التعلم وعندما يكون لديك هذا الامتياز نشعر بالعبء ومن الصعب أن نكون ناضجين والتعليم الجامعي حولناه إلى خبرة وهذا شيء مدمر للغاية الغرض كما أفهمه على الأقل التعليم العالي هو أن يكون نافذة لوقت قصير لتقوم بإعدادك لإعالة نفسك وعائلتك بطريقة لا تستطيع فعلها لو لا هذه الفرصة وهكذا لديك سنتين أو ثلاث لكسب القليل من الخبرة والمعلومات التي من شأنها تغيير مسارك لعقود قادمة وإذا كنت تضيع ذلك في الهوايات وفي الخبرات فستستمر العواقب لعقود قادمة في حياتك بقدر ما أعتقد أننا قمنا بإفساد تجربة الجامعة ووقت التعليم التحضيري أعتقد أن الكنيسة حرفتها لدينا اهتمام ضئيل بالتعلم والنمو في الرب سنتحدث عن حقيقة أننا ولدنا من جديد ثم نعتقد أن الباقي مثل مسابقة فيها بينما لدينا رحلة روحية ونحن نحتاج إلى النمو ولذلك لدينا مشير يعلمنا كل شيء ثم قال يسوى سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا ثم يعطينا التعليمات شيئا محددان للغاية لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب وإذا قال يسوع ذلك فأنت تعلم أن شيئين سيكونان تحديا حقيقيا بالنسبة لك قلب مضطرب وخوف وإليك التعليمات لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب لم يقل لن تكون هناك أوقات مزعجة أو أشياء مخيفة قال فقط لا تبقى هناك إذا مررت عبر وادي ظل الموت واصل التحرك لذا فإن هدفنا الليلة في الوقت المتاح لنا في هذه العظة هو كيف نكتسب القليل من الزخم أن نكون أقل اضطرابا وأقل خوفا أنت مستعد؟ أريد أن أقرأ لك قصة إنها مألوفة ملوك الثاني غزت الجيوش الأجنبية إسرائيل وحاصروا المدينة وطوقوها لا أحد يدخل أو يخرج لديهم مشكلة في التوريد لديهم انقطاع كامل في سلسلة التوريد لدرجة أن الناس يتدورون جوعا ولن يستغرق أياما وإذا فقدنا مخزون مقاطعة راذرفورد فنحن نواجه كارثة منظمنا ليس لديه أشهر من الإمدادات المخزنة وإذا لم تكن الأماكن التي نشتري منها الطعام متاحة لنا ستكون لدينا مشكلة وهذه هي المشكلة لدرجة أن الناس في المدينة يموتون جوعا وهناك أربعة رجال يعانون مرضا جلديا غير قابل للشفاء وهم مرضى ولا يسمح لهم بدخول المدن ولذلك هم في الخارج بين أسوار المدينة والأعداء الذين أحاطوا بها ووصلوا لنقطة شعروا فيها أنهم يأسون للغاية وقالوا حتما سنموت دعونا نختار الطريقة التي سنموت بها هذا بشكل ما هو ما نمر به هناك أربعة رجال مصابين في وسط مدخل بوابة المدينة وقالوا لبعضهم لماذا نبقى هنا حتى نموت إذا ذهبنا للمدينة فإن المجاعة موجودة وإذا بقينا هنا سنموت لذا دعونا نذهب لمعسكر الأرميين ونستسلم إذا أنقذونا نعيش وإذا قتلونا سوف نموت لم يقرأوا المقطع من يسوعا لا تضطرب قلوبكم لديهم منظور دقيق عن حياتهم وقالوا إذا ذهبنا للمدينة سنموت جوعا وإذا بقينا هنا نجوع وإذا ذهبنا للأعداء يقتلوننا لكنهم قد يطعمون البشر لا يركضون عادة للتغيير هؤلاء الناس يائسون عند الغسق وعندما نهضوا وذهبوا للأرميين وصلوا إلى حافة المخيم ولم يكن هناك رجل لأن الرب قد أسمع الأرميين صوتا لمركبات وخيول وجيش عظيم ولم يكن هناك خيول أو مركبات اختفوا من المكان لم يكن هناك أي جيش قادم إنه يقول ببساطة إن الرب أسمع هذا الصوت لجيش العدو وكان الأمر واقعيا حتى أنهم هربوا أحد الجسور التي يجب عبورها هو يجب أن نقرر ما نؤمن به إذا كنا نعتقد أن الخلاص الوحيد لنا هو سياسي أو حزب أو جيش أم نصدق أنه إذا تغير شعب الله فإن الله سيحدث الفرق ويمشي هؤلاء الرجال ويبدو أنهم قد أثاروا أصوات جيش حتى قال بعضهم انظر استأجر ملك إسرائيل الحثيين لمهاجمتنا فنهضوا وفروا في الغسق وتركوا خيامهم وخيولهم وحميرهم غادروا المخيم وركضوا للنجاة خائفين حتى أنهم لم يركبوا خيولهم لا وقت لربط فريق بالعربة لقد ركضوا وصل الرجال الأربع إلى حافة المخيم ودخلوا خيمة أكلوا وشربوا وحملوا الفضة والذهب والملابس إذا كنت مصابا بمرض جلدي ستحتاج للفضة والذهب فذهبوا وخبأوهم ودخلوا خيمة أخرى وأخذوا أشياء منها وأخفوها أيضا وكانوا ينهبون ويكررون الأمر حتى كان لدى أحدهم ضمير صغير وقال أنت لا تعرف نحن لا نفعل شيء الصحيح كل الناس الذين نعرفهم يموتون جوعا ونحن نخفي الطعام ربما يجب أن نذهب لإخبارهم والرجال الذين لم تقبلهم المدينة يطرقون الأبواب ويدعون الناس للوليمة التي أعدها الرب أعتقد أنه مقطع مألوف جدا لمعظمكم ولكن لنرى إن كان بإمكاننا أخذه كدراسة حالة ونفهم كيفية التغلب على مشكلة التوتر التي نشعر بها داخليا والقلق السائد بقوة بيننا علينا أن نعترف أن الأمر يبدأ باحتياج هؤلاء الناس يواجهون الموت وليس فقط الشخصيات الأربعة هم مجهولون لكننا نعرف أنهم أربعة أو الناس في المدينة ليس لديهم قدرة عسكرية أو اقتصادية وليس لديهم موارد ولا يوجد أي حل إنه وضع محبط للغاية أن تجد نفسك في مواجهة الحائط وليس لديك أي وسيلة للتفاوض أو للنقاش لا يوجد حل لديهم احتياج كبير تلك المواقف تحدث لنا جميعا تحدث لكل شخص إذا لم تحدث لك قط فأنا سعيد أنا ممتن وأريدك أن تستعد لأن الحياة تجلب هذه المواقف هناك احتياج هائل احذر عندما ترى أشخاص يحتاجون يجب أن تتعامل معهم برحمة هناك وقت في حياتي أعتقدت أنه إذا كانت هناك مشكلة فهي فقط بسبب اختياراتي حتى انقلبت حياتي الخاصة فهمت أنه في بعض الأحيان يمكن أن تبدل جهدك في ظروف أنت لم تخترها ومع ذلك تجد حياتك تتدهور وأخبركم إن أحد الأشياء التي لم تتركني أبداً هي التعاطف مع الناس الناس تحتاج للرحمة ولا يعني أنهم يحتاجون أن تبارق خطاياهم إذا كانوا أشراراً خاصة إذا كانوا من شعب الله إنما أخبرهم بالحقيقة افعل ذلك برحمة الصديق الجيد لا يتجاهل الخطيئة احتياجات كبيرة علينا أن نختار إما أن نؤمن بأن الله سيخلصنا أو نستسلم فقط للوضع الحالي وهذا هذا تعبير عن الإرادة علينا أن نقرر أن نؤمن بأن إلهنا مخلص أن الله قادر أن يصنع طريق لا يعني أننا لن نعمل لا يعني أننا لن نفعل شيئاً لكننا نحتاج إلى أن نغرس في قلوبنا أن الإله الذي نعبده قادر أن يصنع طريق أحياناً نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئاً يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلق قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيراً لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطى تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختازل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيرا ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نغطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكانا في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمرا غير لائق وأفضل علاج كتابي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين هناك سؤال يجب الإشارة إليه هو لماذا أنا لأنه عندما تواجه أمرا بالغ الصعوبة يسكت كل شيء وتقول لماذا أنا أعرف أشخاصا أكثر شرا مني كنت أفعل أفضل ما لدي حتى أتخذ قرارا جيدا لماذا أنا ولماذا وصلت إلى هنا وأفضل إجابة على هذا الأمر ليست بالضرورة مرضية لكن أقترح أنه سؤال خاطئ ليس من المفيد دائما الوقوف والانحصار في سؤال لماذا أنا علينا أن ننهض ونبدأ في ممارسة ما لدينا من إيمان كل ما فعله هؤلاء الرجال أنهم قالوا إننا سنموت وإذا ذهبنا قد لا نموت والأداة التي بدأنا بها الليلة خطوة أولى رائعة بدلا من الجلوس مغمورين بالألم والشعور بعدم الرضا وبالإحباط وبخيبة الأمل سأقف الآن وأقوم بشكر الله إذا ذهبت إلى السماء فسأشكر الله إذا طغى علي العدو فسأشكر الله أيضا أنا لن أستسلم لذلك أبدا هل أنتم معي؟ ولكنني أشعر أن المعركة بداخلنا لقد تعرضت لسوء معاملة أو كنت هكذا أو تستحق أفضل إنه يشبه حالة أيوب ويمكن العثور على أشخاص تتعاطف معك أشخاص لديهم الكثير من الألقاب ولديهم منصات وأشخاص ألفوا كتبا يمكنك الذهاب لتجد مجموعات من الناس تتشبه حالتهم معك والوقوف وسط مجموعة من الناس تعرضوا لسوء المعاملة ويمكنك أن تقول إن الله قادر على إنقاذي أنا سأقف في وسط الناس الذين يؤمنون أن هناك إلها وهو مهتم بالعالم ولن أتراجع المشاكل تأتي مع الرحلة لا أعتقد أن هذا عادل أنت على حق ليس عادلا أن تنم الأعشاب الضارة في الحديقة وأن يتباطأ حرق الطعام في جسدك كلما تقدمت في العمر لم أكن معي ثمن البسكويت عندما كان لدي القدرة على حرق سعراته بعد أن تمكنت من ذلك يجب أن أشاركه مع الآخرين لا يبدو عادلا بالنسبة لي هناك القليل من التجاعيد في عالم الظلم لكن سأشكر الرب على كل حال لماذا أنا هل يدور هذا في ذهنك؟ لا أستطيع الإجابة على السؤال يمكنني أن أخبرك أنه غير مثمر إذا رغبت يمكنني مساعدتك في البداية ولأولئك الذين يقولون ليس لدي أي احتياج لا يوجد في داخلي شيء أريد أن أصرخ إلى الله من أجله أحضرت لك هذه الآية لأني أريد أن أغتنم هذه الفرصة في سفر الرؤية الإصحاح الثالث عدد 17 لأنك تقول إني أنا غني إنها موجهة لكنيسة لم تكتب لحانة موجهة لكنيسة إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء وهذه رسالة يسوع لهم ولست تعلم أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان أنا أقول إنك بائس جدا إن كنت مفلسا وأعمى وعريان ولا تدرك المشكلة في الطريق للمنزل تلتقي بشخصا على جانب الطريق عار تماما عينه معصوبتان تماما حتى أنه لا يرى وهو لا يعلم أنه لا يرتدي ملابس وأن عينيه مغطاة كم منكم سيقول هذا الشخص بائس مهما كان ما فعلت أو دخنت أو شربت من ضربك على رأسك أنت في حالة بائسة لديك مشكلة حسنا تتصرفون وكأنكم لا تفهمون هذه هي حالة هذه الكنيسة لكن يسوع يقول أنا سأعطيك حلا أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار أن تصبح غنيا وأعطيك ملابس لترتديها حتى تغطي عريك وكحلا على عينيك حتى ترى ثم يقول أني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه لو لدينا الوقت لنسمع شهادات حول الأيام المعينة والأسابيع الأخيرة كيف وبخك وأدبك الله إذا كان يحبك فهذا جزء من المعادلة لا يقتصر الأمر على التوبيخ عندما كنت غير مؤمن وأدركت نعمة الله المخلصة لك واختبرت الولادة الجديدة مع نمونا ونجنا ما زلنا بحاجة إلى التأديب الذي يجلبه الله لحياتنا إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي من يغلب؟ فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا هل تعتقد أن يسوع غالب؟ غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس لذا سنبدأ بالاعتراف بأن لدينا احتياجات كل واحد مننا كل الأشخاص بالاستثناء أنا لدي وأنت أيضا هذا هو مكاننا المكون الثاني هو الاعتراف بأننا نعتمد على توقيت الله آه الشكوى الدائمة للرب هي حول توقيتاته تعلمون أن أفران المايكروويف بطيئة جدا تحتاج ست دقائق للبطاطس دقيقة لجعل الماء يغلي في كوب ألا يمكن أن نفعل أفضل من ذلك؟ إذا كان لدينا إنترنت ويمكننا الحصول على جميع المعلومات في خمس ثوان وأنت على مكتبك ألا يمكن تسخينها نوويا؟ إن لدينا مشكلة في الصبر نعتمد على توقيت الله وإليك المفتاح يأتي الخلاص عندما نكون قادرين على استقباله لسنا مستعدين لاستقبال تعليمات الله نريده أن يفعل ما نريد نحن نملي عليه كيف يحتاج للرد علينا لسنا منفتحين على أي حل غير الحل الذي أمليناه ويمكن أن تطول القائمة نعتمد على توقيت الله ويتعين علينا أن نتصالح مع ذلك إنك قد تشعر بالإحباط لأنك في تحدي في حياتك أو كان عليك أن تتحمل ظروفا لفترة طويلة من الزمن لا أدعي أنني قادر على فهم هذا الأمر أو الإجابة على ذلك ولكن أود أن أقول لقد وصلت لمرحلة لأثق في توقيتات الرب وإذا قلت يا رب أنا أثق بك أحد أكثر الأشياء المفيدة التي أقترحها عليك هو البدء في إجراء محادثات مع الرب أخبره بما تشعر به يمكنه حتى أن تخبره عن شعورك بالاستياء إن الله يستمع إليك حتى في وقت غضبك ولكن عندما تنتهي من هذا الإعلان تحتاج أن تتبعه بجملة أنا أثق بك وسأخدمك وإن تطلب الأمر أن أقف هنا أو أن أسير في هذا الطريق حتى أعبر هذا الوقت فسوف أخدمك أنتم معي؟ هذا يبدأ في قلبك في أعماقك في مركز كياننا إنه ليس مجرد مشاعر أنت لا تشعر دائما بالرغبة وهناك صراع في رأسك يعطيك خيارات أخرى والشيطان العدو سيكون على يقين من أن هناك أماكن ودعوات يضعها حولك أو أناس ليأتوا من حولك للموسا في محنتك علينا أن نقرر أن نقول يا رب أنا أثق بك تماما وسوف أسير معك لن أتوقف عن تقديم الشكر لن أقبل التحديات التي أراها الآن كرخصة لعمل الشر أنا لن أستسلم للشر أو للجشعة أو أيا كان الإغراء لأني أشعر أن لدي مبرر بسبب أنني أشعر بعدم الرضا في هذا الوقت إنني أثق أنك ستخلصني سأتبعك يا رب كنت صالحا لي وأنا لا أفهم كل شيء لا أستطيع أن أرى لكنني موافق هل ما زلتم معي؟ عندما تأتي المحن علينا أن نتخذ قرارا بأن توقيت الله لا يتعلق بقوتنا وسلطاتنا نعتمد عليه يحنى أحد عشر قصة العازر تتذكرونها كان للعازر أختان ما هي أسماؤهم؟ مرثى ومريم يأتي الأذكياء للكنيسة يوم الأربعاء مرثى ومريم العازر يمرض يسوى هو صديق العائلة ويرسلون له رسالة فحيث يوجد يسوى المرضى يتحسنون يحنى أحد عشر فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين ماذا تعني بذلك؟ الرسالة التالية التي تأتي تقول مات العازر لا تستعجل لم يرد يسوى على الرسالة عن قصد أعرف أن بعضكم يعرف نهاية القصة وتقول نعم لكنها ستنجح في النهاية ولكن فكر في العواطف لو كانت لدي تلك القدرة وأنت تقول لي هناك شخص مريض هل ستأتي للصلاة ليس وقتا مناسبا ويموت ثم تذهب وقت التأبين والدفن والحزن والألم ثم أدرك ليست مشكلة شاهد هذا بوم قد تكون سعيدا بالقيامة ولكن أعتقد أنك سوف تضربني على رأسي أليس كذلك؟ حسنا هل تشتكون من أمور جعلك الله تمر بها؟ كم منكم لديه هذه الأمور في تاريخه الروحي أسئلة تريد طرحها لدي بعض الأسئلة للرب أتعتقد أنه خائف من استجوابك؟ كم من الناس يفكرون عندما نرى الرب في كل مجده ستضع أسئلتك في سلة النفايات؟ لا شيء هنا يا رب توقيت الله انتظر يسوع عمدا هل كانت هناك دروس نتعلمها؟ أيمكننا التحدث وإذا كنت تعيش في هذا فهذا فضيع لا أشعر بحالة جيدة إنه حزن وخسارة ماذا كان يفعل العازر في الأيام التي كان فيها جسده في القبر وهو ميت؟ لا أعلم لم يخبرنا لم لا؟ لا نحتاج أن نعرف في كثير من الأحيان الجزء الأصعب في اتباع الرب هو التصالح مع توقيت الله إنه لا يهتم دائما بجدوى الأعمال أو طلب أو عند القيام بشيء أنت تعرف كيف يبدو ذلك؟ أسأل إذا كانت لديك الشجاعة لتتصالح مع توقيت الله لم يجب في الوقت أو المكان أو بالطريقة التي كنت تفضل أن يتدخل بها وتشعر أنه تركك وحدك إذا استطعنا التصالح مع الله وأنه يضعنا في مجال استقبال ما لديه لنا فهذه نتيجة أفضل مستعد لذلك؟ دعونا نصلي أب السماوية أشكرك لأنك تحبنا ولديك خطة لخيرنا سامحنا على نفاذ صبرنا وإحباطنا وغضبنا وتذمرنا نريد أفضل ما لديك في حياتنا وفي توقيتك في اسم يسوع آمين شكراً لمتابعتك لبرنامجنا خدمات آلين جاكسون نصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك يمكنك متابعة كل الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني www.malakotsad.com أو www.kingdomsad.com ومن خلال التطبيق www.kingdom-sad إذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا www.malakotsad.com وعلى واتس أب وفايبر 1-404-851-4921 والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر